موسيقى كانت عينة والنهاردة مروى اختارت اغنية تهديها لها حبا غني اغنية ليالينة بهديها الماما ليالينة ليالينة وتاهد تبينا ليالينة وتاري الدول يا غدارا غدارا بتخدر كل يوم بيها غدارا حسنتي شكرا حسنتي غنت حلو بس فالتت فيه بعد الامر كان طلعت مبسوطة ان حسين هو اللي كان مبسوطة لان هو السبب ان انا ابقى هنا تاني المنافسة لازم تكمل سوزان في احسن حالة وجهزة لمنافسة وهتغني اغنية بتعبر عن قصة هغني اغنية اسمها كيبون فالينة لاليشا كيز وبهديها الامية الله يرحمها ابا بايا اتوافعون عندي سبع سنين فكنت انا وهي بس العايشين لبعد يا رب اتوافقني وننجحني الخاطر ماما كونت مو stare يا رب ا Gaussian بار مائ Din ولماذا رب في من شا теперь لا المساعدة painting المر ان تشاريخ ان tutti لكن dalla اسم يجب تشاريخ بس باين أنه عندها صوت أنا متخيلة أنها مثلاً وقفها بتساقف لي كمان الدموع مالت عيون سوزان لما فتكرت والدتها في وقت المغيب بعرف علي أني ما غنيت ما ليها بالحسن حبيتك تنسيت النوم ما بتضيعي منا كانت ممكن تيجي مع المزيكة أصبت غنت لجوزي كأنني يحب هالأغنية حبيتك تنسيت النوم الله حسنتي البنات غنت وجيت دور على الشباب البنات قعدت تتفرج على اختبار الشباب ويسمعوا تعليقات حسين وديوفه وأول واحد هيدخل للاختبار هو محمد جعفيل محمد كان لي لحظة مميزة مع اللجنة في المرحلة الأول معقولة يقدر يأثر على حسين وديوفه بنفس الطريقة هدي كل مرة أنا أعطي اللجنة كتير ومبسطة وقفولي وزقفولي يا عسل يلكلك سح والله مكمل جمالك أشربتي من مي البحر بتحل المي أنا بصغير اشترالي لوالد عود ما كنت أعرف دق عليه كنت دق شوي وكبه على جنب قال لي صبور بكرة بصير بتعرف صبور 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 ما حافظ صبور صوفت وضلت حتى هلأ صرت حمد الله دق جزء حلو يعني يا ليلي الصبر يا مصهر دموع العين أنا ملاح وته مني دوع الشطي مسير الصبر حيوصل مراكبنا ونتقابل أنا وإنت حبايبنا بقالي سنين على دا الحال نغم حاير معي يا عيني ع الصبر يا عيني علي يا عيني علي حسنت شكرا شكرا لو ساب نفسه هو بيغني هغني أحلى من كده بكتير هو صوت مثقف جدا بس هو بيفكر معنين وهو بيفكر لو ساب نفسه هيبقى حاجة عدد حنرجع لموضوع اللي هو عندك ديتين تعمل فيها كل حاجة فهو باين أنه عايزي باين كل مهاركة بالدقية أنا تمام أنا مصدق بالضبط حسيت بإيه باونتو بغاني دوقت أنت في الأوديشنز ولعت المصرح ولعت المصرح لك هون في شوية تخاف لأنه بتحس إنه ما في موسيقى ومفيش جمهور ومفيش وفيه تدقيق إعلاق كتير يعني كل المغنى حسسته هيك وغنيت أنا عايز له شغل عايز له بس شغل كان صعبك من مجاون تذور لقيت خيال وكدام في الحق معذرة يا أمتي إذا كنت صليطا لساني معذرة إذا تطاولت على مجتمع الخرفان أنا زراعتك فيي وصار من المستحيل نرجع نفترق أنت وأنا صفينا شخص واحد ببحر الأبدية غري طيب هو مش باين علينا مش مش عارف حتى يواصل اشتركوا في القناة